نتلقانك بيننا وفي وسطنا كيفاش شفت اللحجة الجزائرية؟ يعني هي صعبة شوية شح الفهمت يعني نسبة المئوية شح حال فهمت؟ بحاول افهم بس نقول خمسين في المية آه يعني لكن لا صعبة شوية يعني وأنا اضطريت أن أنا أتكلم شوية باللغة العربية الفصحة عشان يحصل تواصل بيني وبين الشعب الجزائري تقبل التحدي أنه يكون عندك عمل جزائري هنا يا وتتقن لهجة جزائرية؟ لأ أنا يكون للشرف طبعا أن أنا هنا يكون لي عمل جزائري ولكن عشان أتقن لهجة جزائرية لا لا مستحيل حيبا صعبة قوي قوي هقول لك ليه مش بنسمعها كتير يعني غزب عني مش مقصودة ولكن طبعا أنا يكون للشرف أن أنا أعمل العمل هنا طبعا لأن فعلا كمان السينما عندوك وهنا كمان متقدمة جدا ماجد المصري اليوم تشوف أنه الأعمال جزائرية مش خد يعني ما عندهاش صدى عربي كبير بسبب اللهجة ولا عمرها مكانة اللهجة يعني عائق لا هي بسبب اللهجة شوية كويس بلس أن احنا مثلا عندنا الأعمال السورية ليه نكحة عندنا في مصر عشان الدبلاج بيحصل دايما من باللهجة السورية فبقت على الودن عندنا كتير فلما بيتعمل أي عمل مثلا أو بنشوف أي ممثل سوري في أي عمل بنقدر نستوعب بالضبط هو بيقول ليه واللغة بتاعتهم شوية سهلة شوية يعني مثلا زي الأعمال الكويتية مش معروفة عندنا جدا في مصر عشان اللهجتهم صعبة شوية علينا عارفت ازاي فنفس الموضوع